مثل ما كانت قبل أي انتفاضة أو أي مظاهرات الصيبة لذلك صارت بشكل جماعي حققت ما حققت من إنجازات على الجانب السياسي وجانب اجتماعي وجانب ثقافي وغيرها كلهم صاروا إيد وحده أبلغ درس أنتوه للحكومات كلتها المتعاقبة سواء في العراق أو خارج العراق أبلغ درس أنتوه أنه هي إرادة الشعب فوق كل الإرادات أنه توحيد الصف، توحيد الكلمة هذه إلها أثر بليغ حتى على منجزاتهم هم شوفوا توحيد الصف حتى داخل شوفوا على بساطتهم وماعدهم هذا التداخل يعني المأخذوهم مجالهم بجانب السياسة أو بجانب دولة كان سلاحهم السلمية واضح يعني أريد وطنه وكان شعرهم السلمية شوفوا حتى درس سياسيين أنه شنون هم التضامن الموجود ببيناتهم حب الإثار الموجود ببيناتهم حتى الترتيب يعني شوفوا يمسوين لجان خاص على رغم بساطتهم يمسوين لجان تنسيقية شوف تنسيق بين هاي الفئات كلها المختلفة بين صاحبهم